تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن استئناف عمل معاهد التدريب بتاريخ الثالث من سبتمبر الجاري تدريجيا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حمدان تعميما إداريا لجميع مؤسسات التدريب المهني يتضمن الاشتراطات والضوابط الاحترازية الأساسية التي يجب على المؤسسات التدريبية اتخاذها مع استئناف التدريب وحتى إشعار آخر وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد حمدان أن استئناف عملية التدريب تدريجيا يأتي في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة من إعادة إحياء قطاع التدريب لما يمثله من أهمية في الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في سوق العمل وتطوير قدرتها الذاتية أو مهاراتها المهنية والارتقاء بها وظيفيا مؤكدا في هذا السياق أهمية التقيد بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية لضمان صحة جميع الكوادر التعليمية والإدارية في المعاهد والمراكز الخاصة وكذلك المتدربين مشيرا إلى أنه سيتم التفتيش الدوري على جميع المؤسسات التدريبية من قبل مفتشي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التدريب مشددا على أنه في حال عدم تقيد المؤسسة التدريبية سيتم مخالفتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن علما بأن العقوبة قد تصل إلى غلق المركز أو المعهد التدريبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر